موسيقى لحنان احنا دوينا كيفاش تخل في الميدان شنور جديد في الميدان كنت بان نشوفوها بصفة واحد تطبيق هي كيفما كيقولو كيفاش كتتدرسها من الاول حتى الاخر بالنسبة للطبلاء دائما يعني كتبقى على حسب واش كتخدمي في قاعة ولا كتخدمي في الدار بالنسبة لك كان الدار ضروري خاص طبلاء لان الميدخاج ديال الطبلاء اللي كنخدمو بها احنا كتخيطوخ ماشي هو القياس اللي كيكون عندنا في الطبلاء يعني خطأ كبير كيوقعوا فيه بعض الاخوات كتقول لك انا لارا عندي طبلاء كبيرة لارا عنديك طبلاء ما غتساعش لك العشرة ديال الطباسة يعني دائما اللي عندها شي مناسبة ولا شي حاجة خاصة تاخد طبلاء ما عند خيطة كينا ديال عشرة وكينا ديال تماش وهما كي الطبلات يعني سهلين في طرف سهلين يعني عندها المقاس اللي تحت يعني كالديمونطة سهلة لعود ديالها كي حيض وكي عود كيركب مهم هاي الطبلة دبا يا هذي هي الطبلة هذي هي الطبلة هذي هي الطبلة اللي دار ضروري سو نب كندزو النب تاني النب تاني كيبقى على حسب يعني اما طرز للحساب أو انجلتي رجعنا لذك الشي التقليدي لذك الشي اللي يبين الى لاحظو المشاهدين كيشوفوا الطرز اللي كينا تقليد ديال صافي من بعد ما كان نزله كان بدهو كان نزله الغطران يعني كان كنو عندنا ثلاثة اما ثلاثة او جوج على حسب احنا بالنسبة للموني اللي غدي نقدمو شنو فيه واشكين ديسير واشكين تحلية او غلاس على هاد الاساس كان كان وبنسبة ده بي التخطران كانوا احد الاشكال لكي تطرح عن التخطران لان ديما هاد المهنة هاد تسبغل جديد فبنسبة هاد يكلفكم بزات وكيفاش كتخضروا عنكم يعني تربحوا وفي نوص الوقت تبقى محافظين على اتمينة اللي مناسبة بالنسبة حاليا مع هاد زيادة هادي اللي كينا كتلقي راسك بانه انتي ما كتقدريش تزيدي واحد نسبة اللي هي طالعة علاش لان راحت الكليان اللي يكون في العوان ما غيمكنش ما غيمكنش انتي غدي تطلبي واحد تمن اللي هو طالع لان حتى الكليان ما غديش يقدر عليه يعني اللي عنده عشرة ديال طبالي او خمستاش او حتى العشرين راه ما غيمكنش يعني كيكون شوية البيوتجي طالع كتتحاولي ما امكان يعني يكون واحد الهامش ديال الربح اللي يكون معقول وفي نفس الوقت كيما كنقولوا لا ضرر ولا يعني انتم كتحاولوا توازنوا وفي نفس الربح وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت وخصوصا ان الكليان دائما غيبغي دك المناسبة دياله تم باحسن صورة فعلا اه دونك غيبغي تمنى يكون شوية في المتناول وفي نفس الوقت يكون دك شي على حقوق كيما كنقول وخصك لاش زائد واحد نقطة ان الانسان يكون يكون عارف البيوتجي اللي غاد يخدم عليه كيلي كيجي كيطلب لك واحد الموني اللي هو طالع والبيوتجي دياله راه ما يمكنش يوصل لها ذاك الموني اللي هو باري وكين بعض المرات كتحي في شي حد مسكي اللي كيكون معارفش السوق شنو شنو فيها كتجي كتقول لك هانتي هالبيوتجي ديالي وهي طالبة شي حاجة اللي اللي بسيطة والبيوتجي ديالها ممكن يدير لها محسن من هذا الشي اللي طالبة الدور ديالنا وحتى الضامر يعني هاذ النقطة هذي احتى الضامر حيث كما كان قولوا غادي جيكشي واحد وهو ما معارفش ممكن ليستغلوا واحد دوره فعلا كتكون هاذ النقطة هذي يعني كما كان قولوا كتبقى هنا مسألة ضامر بالدرجة اللي بالدرجة اللي كان بقى نزلوا السكاكن والفراشط على حسب يعني احنا في المغرب يعني ديك المسألة ديالتشربة وذاك شي ما كتكونش كتير خطة لكنا خدمنا شي مناسبة اللي مطلبوها اه ومطلبوها ولكتكونوا خدمناه في رمضان اه في المناسبة رمضان تا رمضان دا باولينا كنشاهدو بانا كيكونوا فيه مناسبات ديالفطار وهذا وانتو مالكتولاو كيكون الفطار العائلة كتبغي تجمع اه شركات يعني كيكونوا جتماعات ولا شي حاجة تدهورات اه يعني كتمشي على حسب كل واحد واشنو كيبغي وش حال تقريبا من واحد كيخدم معك في الحفلة كتبقى على حسب طبالي يعني بحال دبا مثلا انا عندي عندي غير خمسة ديال طبالي ولا ستة يعني غادي تخدمي معك كندوش على الميناج عادي كفام بميناج داروري خاصها تكون يعني مقابلة الكوزينة والسرباية يعني بعد المرات كيحتى الناس كتكون الامكانية شوية قليلة يقولك لا ولا كتكون المساحة في الدار قليلة ما كيبغيوش بزاف ما كيبغيوش الناس بزاف كتقولك لا جيبي لي غير جوج ولكن لك العدد ديال طبالي بحال دبا مثلا عندك 10 او 12 طبالي مثلا عندك 12 طبالي خاصتك تخدمي بستة او سبعة ديال 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 اقل حاجة حيث ما غيمكنش طبلا بدا تكتاكل وطبلا مازال ما وصلها هاتشي حاجة حيث فاش كتجي كتبدا تدريسي في الماكلة راكي تدريسي كل شيف وقت واحد يعني ماشي واحد وصلاته الماكلة والاخر ما زال الماكلة منزلة غاتوصل غاتوصل باردة غاتوصل باردة فيعني هاد الخدمة ديالكم ضروري خاصك فيها الاتقان والسرعة والسرعة فعلا لماذا؟ لانه ما بقىوش الناس كيكتافيوا بالديكوراسيون العادي يعني ضروري ركعة كي بتبالك بسطيلة منزوقة بشحل من حاجة مثلا شواء ولا دجاج بخيستيج كي يبالك بأنه عام يعني خاصك تكوني الليد خفيفة ومعك اللي كيب اللي غادي تخدم زائد انه حتى كي ما كنقولو وكاتت تدريسي الحاجة خاصة الدوز تقدم وبنسبة الاتمينة يعني شنو الاتمينة كتتراوح من ما بين اش و اش الاتمينة كتبدا اش خديم قولك كتبقى على حساب الموني شنو فيه بحال داب الموني اللي كيكون فيه مثلا غير دجاج والحم حلوة بلدية يعني قاتو معوكان عادي يمخلط ما بين الصابلي واللوز ديسر والبواسون ما شي هي اللي باغي شحال تتقام هذا؟ بحال داب هذا وما كاتتراوح ما بين اش عادي نقولك ممكن تكون واحد الالفين وخمسمائة طابلة 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 حس كيبقى تعدل شحال من الجاجة في التبصيل الديكوراسيون ديالهم يعني هاد المسائيل كلها شحال من واحد في طابلة بتبقى لما تريد ها كين ناس اللي كي تبغي انتوا عني وبني اسبير البريسية اشي حاجة اللي شحال اللي مودان اشي حاجة allay يعني اشي حاجة اللي يعني أفكارك اللي كتكون كثيرة حتى الحلويات كتكون بأفكار اللي هي مختلفة بالنسبة لهك طب اللي إحنا اللي كنوجده دابا بهذا الدكورات اللي غالي تحطي فيها وهذا الشي اللي مرفقة ديابا مش حال تقريباً تقام؟ تقريباً كتقام ابتداءً كما قلت لك من 2500 حيث ما يمكنش نقول لك قل من 2500 علاش؟ لأنها كتبقى داخل فيها السيرفيس فش كنقول سيرفيس يعني را داخل فيها السيربي داخل فيها السيربي داخل فيها السيربي تاورا مخلص تمار الله يكون في العوان را هم بركوا واحد المدة اللي هي طويلة والإنسان را واحد قد يكن قولك ولا شنو دار راح السيربي را نهار الليل كله ولانهار كله هو واقف يعني را كيكون ضار بتامارة را لا إله إلا إحنا كان شوية كان بسطو الأمور من ورا لكم فيلمو يعني تاس السيربي راه التامن ديالهم باش كيتخلصوا وراها تزيد وبالنسبة لك دبا من يدبيتش على الأزمة ديال اللي كانت في المرحلة ديالكورونا وليتضر منا بزاف ديالقطاعات لاحظنا بأنا بجموعة من القطاعات خرجوا ليهم داعم خرجوا ليهم نسبة القطاع ديالكم خرجوا ليهم شي داعم ولا والب؟ نهضر على راسي اختي انا ما خديتش عاشا وما كتعرفيش الناس ليزا ما يستفدو؟ باش نكون صارحة معك كيني الناس ليستفدو ولكن بالنسبة لي انا ما خديتش عاشا وشنو المعيار ديال اللي خلق ناس يستفدو ناس ما يستفدو شنظارك؟ نكدب عليك انا احترى باش نبحث في هاد الموضوع هذا ما بحثش فيه باش نكون صارحة علاش لانه شحال غادي يكون قاعد ديال هاد الاستفادة شحال غادي تكون يعني ما كانت ما غا تغطيش هاد ما غاديش تغطيش هاد ما غاديش تغطي واللي كيكونوا اللي غايكونوا استفدو يعني الناس اللي كانوا كارين انا ما كنتش كارية ديالساعة يعني ما كيما كان قولو الحمد لله ما تضررش ضرر لي شوية قاسة يعني عندك لوكال ديالك انت شئ هادك الشئة يباش نسرروا منناخدوش بزيبت بوقت لان الناس غايبوا دغياء يعرفوا شكل نهائي كاللاحظوا بانه احتل طريقة ديكوراسيون كل شي تخليلهم تحسي ناس بزيبت ماش حال هدي ما كالناس ضروري بانه ويكونوا هاد هاد الحبيجات بحال هكا لا دابا كل شي دابا شرط دابا كين اللي كتجيو كتكون كتكون لاش كنقولك حيت دابا تبارك الله ما شاء الله هاد الدومين هادا ولا فيه بزاف تخيطوغ ما كيش به التخيطوغ فاش في ذاك الشي اللي كتنزل في الطبلة ولات المنافسة ولات المنافسة وكين حتى العرض يعني كين حتى العرض كتلقي بانه كين بالنسبة للطباصل اللي را تبارك الله ما شاء الله افكار اللي هي اكتيرة بالنسبة الكيسان بالنسبة الديكوراسيون او شنو الحويجات اللي كينزلوه في الطبلة يعني كيما كنقولو خاص غير الفلوس يعني الجديد كين الجديد كين الجديد كين الجديد كين وتبارك الله ما شاء الله يعني راحت احنا المغربة احنا في هاد المجال هادا فعلا يعني مشيحة مغربية او تميتو ولكن هاد الدومين هادا بدعو فيه بزاف نعم معروفة المغربة معروفة متاويل ومعروفة بادة الحويجات لانه من الاصالة ديالنا هذه هي الطابلة اللي قلت ليا كيكون داخلين في المملحات كيكون داخل فيها كيفما كنشوفو حتى النوقات والشوكولات يعني كينفات زبدي الحويجات اللي كتخلي التمن ديالها يطلع لا فاش قلت لك المملحات ما قصدش هادو هادو في اي طابلة باش ما كنت شدها كنكون منزلة فيها هاتش كندوي انا على المملحات يعني بحل دبا بسيطلات دينام هادو مرافقة هادو كيكون في اي طابلة كيكون في اي طابلة اه هادو هادو شكل نهائي دي الطابلة ديالنا هادو شكل نهائي يعني كلها تبغي انك تعطيها الوقت ديالها ضروري خاطرها اتبارك الله عليك اللي الحمان اربي خليك الله يكبر بيك سافي كتكون يعني اخر البصمة ديالك وكنديرو البوات ديال كلينيكس سافي والاطباق كيبقوا عليها حسب الخشيار ديال المالي المناسبة هادو كتكون طابلة فشي الله كيدخلو الناس داك يعني كما كان قلوه لما كيتجمعوا الناس عادي ان شاء الله غادي نشوفوا شنو غادي نعودوا نضيفوا فيها ان شاء الله لالحنان شناء اول كيفاش كما كتكون طابلة فالأول لذلك دابا غندوزول الى فارتي الثانية اللي هي ديال اسواغي يعني احنا عارفين اي مناسبة سواء كعمت عارسولة اي مناسبة مغربية ودخلو لها بتحسينات العصرية ديال اسواغي شرط فهي مرحلة الثانية فنشوفوا هنا دخلتوا حد طريقة جديدة ضروري خاص الجديد يعني كين الجديد وكتبقى حتى مسألت اضواق يعني راه ممكن انا واحد الحاجة راه ماشي بالضرورة انا خصي نكون شوفتها في واحد البلاثة يعني راه ممكن غير واحد كتكون انت واحد الحاجة اصلا ما قاسدهاش بعض المرات وكتجي كتجي نجرب نشوف هذي كيفاش كتجي كتلقى كتجي كتلقى بان اعطات واحد الاضافة للطبلة انا مليكا نقولوا الطبلة ديال تموناسابة يعني راه محاق نحطوه بزاف ديال الحويجات خاصنا نمشيوا في واحد يكون متناسق ما خاصش يكون كون كترة هذي في الدهبي وهذي في الارجونتي ما خاصش يكون ندخل الالوان بزاف الالوان مين كان اخذوهم كان اخذوهم من الحويجات اللي غادين وجدونا وغادين نحطوهم يعني اخذكم تشو حد نمط واحد وحد الوقتام واحد اللي يكون مسيطر على هذيك الطبيب اللي ديال خاص طبلة جي متناسق ما تبانش لكم شارجي فأنتي هنا يا اخديتي هذي هذي السحون هذي هذي شكل غريقات فاعتمتي نفس الشكل فلاسواغي وبعدتي على هذي الجانب اللي عارفينه دائما اللي اعتدنا انا نشوف فلاسواغي 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 تقليديا كيف ما نقوله وما اللي متعارف عليهم جميع المناسبات فعلا لا ضروري خاص الجديد وحتى السوق ده باره ولم توفر فيه الأشكال والأنواع يعني خاص غير شي شوية ديالت إبداع وكيفاش توضفي الحاجة يعني رحكت تحطيها كتلقى يقضي نحن كنعرفوا بأن هذا المشروع هذا ماشي غير ديالت وإنما ديالت بالشراكة مع الأخ ديالت انت مكلفة من الشيديا قبل ما نبدأ أنا أحدي حد الكوزينة والأخ ديالت هو اللي كيتولى هو اللي كيتولى بحال ده بقى أنا الكليان يعني فاش كي جي كانت لقاه أنا وخوي يعني شنوبة غيط ولكن أي حاجة أخرى ماتيريال يعني فاش كتكوني بحال ده بخدمنا مع شي شركة أو شي حاجة بالنسبة للوراق وذلك هو اللي كيتكنف بهذا الشي فهكا غير رجعوا وقلنا في الأول بأن لتين نساء ولا وكيدخلوا لهذا المجال ولكن ما ننسوش أنا دائما الدعم دياله ضروري ضروري خاص يكون ما عرفتي علاش خصوصا العيالت يعني باش نكونوا واقعين لأن ما اللي كنقولوا مرة خرجة لهذا الدومين هذا فهي راها بالدرجة اللولى راها زوجة وأم يعني إلما كانش مساندك رجلك في الدار وكيني كتلقيها ديرا هذا البروجيه هذا معها معها رجلة رجلي أنا شوية بعيد على الدومين ولكن تهوى تهوى يعني دعم معناوي يعني بحال خاصة شي حاجة في تقضياء ولبنت لي شي حاجة جديدة يعني كي كي عاونني فيها ولكن خدمتنا كما قلتي اللي يعني باش خديد خرجي راه معك اكيب ديالك ولكن كما كان قولوا بهذا الكلمة بهذا المصطلح شي حد في كتافك راه يا إما رجلك يا إما أخوك أو لكان عندك ولدك كبير أنا أخويا هو اللي كي يكون معايا يعني لاش نخدامين بجوج أنا شاد حاجة هو شاد حاجة أما باش واحد ينظم كل شي راه ما يمكنش وهذا الدومين هذا صعيب بأنك تدخلي فيه البراني صعيب بأنك تدخلي في البراني خاص شي حد ثقة خاص شي حد ثقة وكما كنقولوا اللي كتكون همك هو همه همك هو همه أما أنا تجيبي شي واحد آخر كما كنقولوا ما شي مشكل أما أنا دبا فاش كنكون خدامي يعني مثلا كان ديبلا صالدار ديال العرس أو كنكون مشي تلقاعة أو شي حاجة خاصك شكون غدي جيب هذي الفران خاص هذي خاص هذي ما غديش نبقى أنا أجي دير فعلتك أنا شديت هذي الاتجاه هو هذي الاتجاه يعني كتكوني مرتاحة بأن ركيين واحد بحالك كيقوم فعلا يعني كما كتقولي بحالي أنا مني جروش أخويا نفس ميته فاش ما كيكونش خويا بعد مرات كيكونوا شي ضروف راجلي حتى هو يزعمال لي كان شكروته كي يعاون وخاكي يقول لك هذي شي راه بزاف ولكن هوا كيعاون علش لني كيكون باغي كنتي دوك الناس كيما كنقولو المناسبة المناسبة ذيالتهم الدوز على أكمل يواجه يعني تواكي واللي مسترسي معك وي ما عندوش ما غيكونش عندو مشكلة أنك غيكون مرتاح ماذا معاك فوق فغيكون مرتاح فعلا نملك نقولو الليل راه صعيب بأن الليل وخارجة مرارة ولو قلت لك تكون معك ليكيب يعني أنا بارفورة كتكون ليكيب لي خدامة معي كل هارجال ولكن راه كيف مما كان نوع راه كيبقى غراب عليك غراب عليك من اللي كيكون خوك من اللي كيكون خوك أو راجلك راه كتحسي براسك راه كبحالك أنت غير خارجة مع العائلة وجايا وجايا ما كيبقاش حتى راجلك كل ساعة تلفونة فينك ساليتي يعني كيسول كيدازة الأمور نشكرك لأنك سادة فينك في البيت ربا خلاق أعطيتنا من وقت وقلتنا المشروع خربتنا من المشروع كثيرا وقلتنا من المشروع كيف تخدمي صعب مهم خربتنا من المهنة ككل وصلنا نهاية الحلقة لم تسخينا بك ولكن الوقت كده أهمنا فمشاهدنا وصلنا نهاية الحلقة على أمل لقائكم إن شاء الله مع ضيف جديد وفي حلقة جديدة ومع ضيف جديد السلام عليكم